اشتركوا في القناة واضح لمساندته رئيس الحريري بمهمته العنيدة لإعادة لبنان إلى عافيته الاقتصادية وكثير تحليلات قبل بها الفترة اعتبرت أن رئيس الحريري بهذه التجربة دشا ولادة الزعيم خارج عباءة والده الرئيس الشهيدة خلينا نقول أنه بأول حكومات كانت وراثة سياسية يعني اليوم اجى بظروف كلنا بنعرفها مأساوية ولكن كانت وراثة سياسية هو ما كان محصن فيها بالخبرة وظروف المحيطة طبيعية والظروف المحيطة كانت ولكن بالتمرس السياسي وبكل الأمور اللي مرت عليه أكيد وقت الاجى من سنة رئيس حكومي كان مختلف عما سبق اجى بمعطيات مختلفة اجى بواقعية سياسية أكبر اجى برؤية وبنضوج أكبر اليوم اللي مرق عليه واللي عم نشوفه بعلاقاته الدولية وتصرفه بأي طريقة كان بحكمة وبرواء ومن دون ضجيج ومن دون إعلام ومن دون كذا عم بيبين بهالمطرح مش خارج عباقة بايو اليوم بيبين اذا بدك بيشبه بايو يعني بالإحاطة الدولية لقلو اللبنان ما كان ممكن كان يقوم بالتنينة وتسعين وبالواحدة وتسعين لو مع علاقات الرئيس الحريري الدولية اللي وفره تدعم المالي والسياسي وكل شي اليوم كمان عم بيبين الرئيس الحريري قديش كان في إحاطة لقلو يعني اليوم وقتل كان في شكوك حول ظروف استقالته تتحرك العالم كله سوا وبيانات من كل دول العالم الرئيس الفرنسي كان كاسر كل أنواع البروتوكول كرميلو كل العالم تتحرك كرميلو فبين فعلا بهيد المرحلة قديش أهميته ولنحكي بالقبل كمان قديش أهميته الداخلية بيان أنه هو طرف أساسي لا يمكن الاستغناء عنه وقت اللي كانوا يقولوله وان واي تيكاته وقت اللي كانوا يقولوله أنه زعلان يفل بيان بعد مرحلة طويلة أنه ما فيهم يستغنوا عنه هو طرف أساسي بهيد التركيبة اللبنانية أي عضو أو عنصر من عناصرها بيفتقد بتصير هيد السيبة كلها سواعا بتلق فبين أنه هو حاجة وطنية داخلية لقيام أي تركيبة سياسية واستقرار بالبلد بيان بالوقت الحاضر قديش هو فعلا كمان عم بتعاطى بنمط مختلف مثل مكاتب يمكن راشد ولادة زعيم على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الدولي واليوم اللي عم تعملوا فعلا فرنسا بجهد يعني هذه بترجع بتذكرنا أنه أمنى الحنون فرنسا اليوم بيانت فعلا أمنى الحنون عم بتبين فعلا قدية عم ترعى هيدا البلد وبتدفعوا لقدين هذا يعني بهدف ماذا؟ يعني هون في تساؤلات هل رغبة من فرنسا باستعادة تور مفقود لها في المنطقة من خلال البوابة اللبنانية أم حسن العلاقة بين الرئيس الفرنسي والرئيس الحريري هو المدخل كان لهذه الرغبة في كل الاشياء يعني أي خلطة هي الأقرب إلى الواقع كسر البروتوكول بهذه الطريقة هو معزة شخصية الرئيس الروسي بيكسر البروتوكول وقت بيروح لعنده الرئيس الروسي منتمسك جدا بالبروتوكول يعني هذيك السنة كان الرئيس نبيه بره يبدو يروح يزور روسية طلب موعد ما زبطوله الموعد مع الرئيس قالوا بتشوف رئيس مجلس النواب بينما بيروح الرئيس الحريري دايما على روسيا بيكسر البروتوكول بالنسبة لعلاقاته السابقة مع الرئيس رفيق الحريري بيكسر البروتوكول وبيستقبله الرئيس الفرنسوي كسر البروتوكول بشكل كتير فاضح يعني انه بيستقبله للرئيس بيستقبله لأله ولعائلته ولكل الاشياء ففرنسا في عنده هذي العلاقة التاريخية مع لبنان في عنده علاقته مع الرئيس رفيق الحريري واللي بتتابع اليوم مع الرئيس سعد الحريري في عندها البحث عن دور دايما انه هي بده تضل الى اجر بهذه المنطقة وبوابتها الافضل دايما والاقرب هي لبنان بسبب العلاقات التاريخية والعلاقات الشخصية والعلاقات العائلية فبده تفتش على هيدا الدور وهيدا نحن بيصب مصلحتنا لانه فرنسا فعلا علاقتها حلوة مع لبنان دايما كانت لزيزة بهذه العلاقة وانا يعني اذا بتشوفي كل سنة على عيد الاستقلال تعليقات اللبنانية على الفيسبوك وعلى كذا انه يا راية بترجع فرنسا بتستعمرنا لانه شفنا غير وصيات وشفنا غير ناس فاتوا على البلد خربوا البلد وحرقوا دينه وما خلوا شي فيه ونهبوا كل الاشي كان حتى اليوم بيقولوا الاشياء الحلوة بالانون اللبناني مستوحات من الانون الفرنسي نص الابنية ونص المؤسسات ونص الكذا بعدها موجودة من ايامات الفرنسوية البعثات الكبيرة يجت بايامات الفرنسوية على لبنان فاليوم فرنسا تركت لنا حضارة وقت الفلت لا اكيد مش عم نتمنى وصي نحن بلد مستقل وكذا بس انه اذا بشوفي تعليقات اللبنانيين بهذا القطار مضحك بالمبكي لا مش مضحك مبكي لانه اخر شي انت بتعمل مقارنة بين كل الناس اللي فاتوا لعندك ناس نهبوا البلد وحرقوا دينه وناس رغم كانوا انه كانوا وصائية ولكن تركوا شي معقول بالبلد يعني بهالسياء ميشيل بناجم بجريد شر الاوسط بيقول ان باريز كثفت اتصالاتها مع كل الاطراف المحلية الاقليمية والدولية بمن فيها ايران لحثها على العمل لبقاء لبنان خارج كرة النار المتدحرج قداش فيه هون مونة تعتقد على ايران باريز مانا عم تشتغل لحالة باريز هي الواجهة فرنسا اليوم الرئيس ماكرون هو واجهة لغطاء دولي اوسع يعني انا مبارح ممكن حكي بالامنات وبالكذا كان عم بيحكي شفت الشيخ وديع الخازن كان جاي من الفاتيكان عم بيحكي ادي كان فيه اتصالات حسيسة بالفاتيكان كرمال الوضع بلبنان وكانوا على تنسيق دايما مع الامريكان ومع الفرنسوية فرنسا هي بالواجهة حتى ارسل موفد لطهران اي اكيد فرنسا اليوم هي الواجهة ولكن وزير الخارجية الامريكاني وقت اصار اشي خربطات بلبنان كان عم بتحرك المانيا كانت عم بتطلع بيان كل الدول كانت عم تتحرك مصر تحركت بطريقة يعني متميزة كمان فكان فيه تحرك دولي لمساعدة لبنان كانت باريز هي الواجهة لحالة ما بتقدر تبون خلينا نقول انه حجمة اليوم لحالة ما بتقدر تحرك الاشياء هي مبسوطة كمان تكون الواجهة لترجع على القليل التظهر اعلاميا بالواجهة ولكن مثلا المجموعة الدعم هي اللي حركتها رح نلمس نتائج اقتصادية اجتماعية قريبة اكيد لانه هذا مش رح يطلع بلا مساعدات للبنان على القليل يب 4-5 مليارات وان يعني من المفترض انت تصب بشكل خاص بتقديرك هلا باتصب اكيد بمشاريع كتير بنا تحتية بدأت تصب بالدعم اللاجئين لانه هذا الملف انا بدي اصله بالسؤال انه ملف النازحين السوريين كيف ممكن يتطور بالمرحلة المقبلية وهل في خشي من ان يستثمر انتخابيا يعني من بعد ما هذا الموضوع له جانبين اذا بدك بالانتخابات ما بيفيد بشي ما بيفيد حدا بشي بالانتخابات هاودي عبق على البلد نعم وازمي للبلد وبنفس الوقت هاودي حالة انسانية هاودي كام بنفس الوقت حالة انسانية ما فينا يعني في وجهتين نظر انه اموا يفلوا ع سوريا اوكي هادي وجهة نظر ومنطقية انه اذا في مناطق امنة بسوريا يقوموا يفلوا على بلده بنفس الوقت ما فيك تشيليهم وتكبيهم بمطاريح بعدها منا متوفر ولا الحياة الطبيعية ولا الامن ولا تعرف وين بدون يروحوا اذا كانوا معارضين للنظام شو بدون يصير بوضعهم هلا نحنا كل الوقت بسوروا يقولوا انه عم بيستغلون سياسيا ليجيبوا مساعدات على ظهرنا البلد وهيدا حكي كمان من ضمن الحكي تبع الاستهلاك السياسي البلطعمي الماء لو قيمة بالبلد انه مين عم بيطلبوا مساعدات على اسم النازحين السوريين وكذا بس مظبوط هيدا مش لا نشحد عليهم هيدا لانه نحنا عم نتكلف عليهم يعني نحنا اليوم وانت عندك انت مليونين سوري بالبلد ومحاش يقولولي انه عم تتراجع الارقام بفلشي 10 تلاف بسير قولوا عم تتراجع الارقام قدام المليونين 10 تلاف و 5 تلاف ما قلوا نقيمة اليوم هاودي عم بيستهلكوا كهرباء بمعدة 25 لـ 30% بس زيادة من مصروف الكهرباء اللي نحنا عم نستهلكوا هيدا بدون ما يدفعوا فطير كهرباء هاودي عم يستهلكوا كل البنية التحتية هاودي عم بيستهلكوا المدارس بعض الظهر بسير يقولوا انه عم بيدفعوا المؤسسات الدولية لإجرة الأسال زي وين استهلك المبنى طبع المدرسة والطولات والكراسي والحمامات والمي والكهرباء وكل هيدا الاستهلكات نحنا مش عم نشحد على ظهر السوريين لنطلع مصاري نحنا الدولة ما بتقدر تتحمل مصاريفهم لحالة كرميل هيك فاذا اجا مساعدات على اسم السوريين مش معناتها انه لا هيش حادي ولا هو استغلال ولا هو كذلك اديش لعي مدى هذا الملف كمان كان ورق الحراك الاقليم والدولة بشكل رئيسي خوفا على استقرار لبنان طبيعي كمان بمحل معين تلك الدول تخشى تخشى اكيد من ان تتفجر الاوضاع بلبنان صحيح يصبح اولئك على ابواب هاودي في حالتين بيصيروا اذا قطعت عنهم المساعدات اللي بصيروا يقولوا حاش تجيبولهم المساعدات بيقومفلوا اذا قطعت عنهم المساعدات او قلت كتير المساعدات وما عادوا قادرين يعيشوا هني موجودين بالبلد رح يتحولوا الى بقر ارهابية رح يصير اي حدا من الخارج بقدر يستغلهم بلحظة رح يصيروا مخيم عين الحلوي كمان بيشبهوا بتصير كل تجمعاتهم مخيمات ارهابية كرميل هيك نحن ما قلنا مصلحة انه هاودي الناس يجوعوا ما قلنا مصلحة انه هاودي الناس يتعتروا يتبهدلوا بهذا الموضوع خلينا نكون واضحين يعني حاش نستغل هيدا الموضوع حرام فهودي لازم يكون لهم حل بس الحل بيصير تدريجي الحل مش معناته انه اذا راح اليوم او موزير راح على سوريا لأين الحل انه ما بعرف قداش سوريين صاروا سئلين عنهم ما بعرف كم مرة السفير السوري بلبنان صرح انه عن اوضاعهم او عملت بعثة الدولة السورية اللي تجي تطلع عليهم على المخيمات وتشوف شو بدهم فخلاص بقى انه ما نستهلك هاودي الناس بحالة معينة نحن فردوا علينا ما كان فينا نقولهم لا ما فيهم يهربوا عن الحدود وتسكر الحدود كانت تبوجهم مليونين واحد نفاتوا بطريقة شرعية او بطريقة غير شرعية هن حالة قائمة بالبلد مشهد الطفيل هل هو بدأ يعني بسيط يعني ممكن يقشر لنوع معين من الحل بالمرحلة المقبلة منو حل زبدنا يعني عادي هايك مظاهر اعلامية يعني مثل هايك الجمعوات اخدوا الفرنسويش عشرين واحد راح السفير تصور معن وصوروهم بالمطار قالوا هنه اخدوا عشرين لاجئ سوري شو بيعملونا العشرين بدكم تاخدوا على القليل ميتين الف كل بلد لنقدر نحل مشكلتنا فكرميل هيك هاودي بدون حل ولكن بدون حل باطار التضامن الحكومي يكون في رؤية موحدة للتعامل معن ساعتها بيصير فيه اتصال بالنظام السوري ولكن ضمن خطها مش كل وزير بيطلع باله انا رايعة سوريا ايه ما كرميل اللاجئين نحن رجب نضبط العلاقات لا هيدا حكي بالطعمي بعد الفاصل راح نتابع الحديث بيه اللي كنت سألتك قبل اول فاصل قصة التحالفات بدوء هلأ يعني المرحلة الجديدة اللي نحن مقبلون عليها لحظات وانعود ترجمة نانسي قنقر